المثقلا بالأعباء المالية وخيبات الأمل هكذا يدخل الرمثة الموسم الجديد بعد أن أنفقت الإدارة قرابة المليون دينار في الموسم المنصر ولم يتوج غزلان الشمال بأي لقب بالنسبة للعام حطينا مصاري كثير يعني بجوز فوق المليون وما حصلناش على نتيجة ما صارش توفيق من الله وبتعرف قلة المصاري للأندية والعام المدر المتروك جاب لاعبين جاهزين من مرة وما اعتمد على ولاد النادي أو عندنا نحن بقى سن عشرين بطل الدوري ولاعبين كويسين ما شاركهم بالدوري من مرة السنة الإدارة والرئيس طبعا احنا اعتمدنا على ولاد النادي إدارة الرمثة تعاقدت مع المدرب السوري أيمن الحكيم الذي باشر مهامه بعملية اختيار اللاعبين المميزين من قطاع الناشئين في النادي خاصة الفريق الذي حقق بطولة الدوري عن فئة العشرين عاما باعتقد انه الفريق رحنا بنشتغل حقهم هنهن 33 سنة بدون ألقاب لكن الفريق مثل ما عم نشوف حالة التدعيم هي اللي بتقول العمار الصغيرة بده صبر ما عم نقول لحنا عم نصبر لحنا عم نهرب من المسؤولية لحنا ما بنحقق نتائج بس لكن اللاعبين الصغار ما ممكن انه انت اللاعب مباشرة هلا فترة الاحتكاك فترة المباريات فترة المعاشرة مع الفريق الأول هي اللي ستعطيه دائما انه خبرة كيف يكون الفريق لا تخلو تشكيلة الفريق من بعض اللاعبين أصحاب الخبرة كالمهاجم راكان الخالدي وحارس المرمى العائد لأحضان ناديه السابق عبدالله الزعبي صناعة فريق للمستقبل تتطلب المزيد من الصبر على هذا الجيل الشاب من اللاعبين وهو أمر تدركه إدارة الفريق جيدا وكذلك جماهير نادي الرمثة محمد الجبور بين سبورتس من مدينة الرمثة ترجمة نانسي قنقر